السلام عليكم أخوتي 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 مرحبا بكم على قناة الحميد الناس اللي أول مرة كنت شاهدوني كانت منها تمنى على أنها تنزل تحت مرى القناة زير صافوني ثم تفعل الجرس باش توصل بالجديد إذن في هذه الحلقة غادينا هنتكلم وغادينا نخصص الحديث على الناس اللي ما عندهم تفكرة على اللغة العربية وغاديديروا إن شاء الله باكالورية حرة خاصة يعني الناس اللي مون قطعين على الدراسة بواحد سنين أولا يعني اللي أخذوا الباك ديالهم في علوم أو لا يلغى ذلك وبغاوا يديروا باكالورية حرة في الأداب إذن طبعا قد نظر لكم للغة العربية اللي هي تخصصي إذن كما كنت تعرفوا إلى أن اللغة العربية في الامتحان الوطني كي اعتبكم يعني بنا يعني يأيما نص نظري يأيما نص طبيقي كان قصد بالنص نظري ونص نثري وكان قصد بالنص الطبيقي وهو يعني قصيدة شهرية نعم إذن كي اعتاكم هذه المسائلة مرفوقة بالأسئلة إذن إخوان طريقة الإجابة ديالكم ماشي هو كنجاوبوا على الأسئلة ماشي كنديروا عارضة ونجاوبوا على السؤال الأول آه سؤال واحد نكتبوا واحد ونجاوبوا على السؤال سؤال ثاني ونكتبوا سؤال ثاني لا المطلوب منكم هو أنكم تكتبوا إنشاء متكامل متماسك بمعنى آخر تكتفي المقدمة ثم العرض اللي هو التحليل ديالك ديال ديال ديالك القصيدة أو لذيك النص النظري ثم خاتمة اللي هي قتختم فيها داك شيلي توصلتي به ليه انتا يا انطلاقا من البداية ديالك إلى حدود النهاية إذن شحال من واحد كنلقاها أنا يا كتبقى له ديك عشر أيام كننظر لكم على التصحيح كنلقاها أنا كي يجاوب لي الأسئلة فبالتالي ارتأت على أنني نركز على هذه المسائل هدو في هذا الفيديو هذا مسألة يعني أخرى وهو الكي سولون عليها وكتسولون عليها بزاف وهو الترتيب ديال المواد إذن خلطي الترتيب ديال المواد كين أولا كين إحياء النموذج ثم كين سؤال ذات كين تكسير البنية كين جديد الرؤية كين القصة كين المسرح وكين المنهج البنيةوي وكين المنهج الجماعي إذن هدو ما الترتيب ديال الدروس اللي انتم ما غادي تشوفوا ويعني لا استطعتوا أنكم تبدأوا إني بدرس بتها الترتيب هذا اللي اتتكم دبانيا فمزيئ نقطة أخرى اللي غادي نظر عليها وهو طريقة للشغال ديالكم طلاقا من دابا من غدفعو إن شاء الله ديال الباكالورية حرة ديالكم إذن أخوتي راشحة من جروب أنا كنشوفوا دابايا أنهم كيبشوكي هدرو علش الحاجة لا علاقة لهم بالامتحان شوف أنا أعطيكم حقيقة واحد النصحة أعتقد بأن أول أول واحد غادي أعطيكم هذه النصحة هو شوفوا خودوا الامتحانات لأنها فعالة 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 بالنس شغلت بها ديال تلت سنين وهدي هدي وانا كنشتغل مع بها مع الناس ديال الباكالورية الأحرار والحمد لله أعطات الأوكل ديالها ويعني تعمدوا ناس جابوا نقطة عالية في اللغة العربية خودوا الامتحانات من دابا لامتحانات اللي دازو من 2010-2011-2012-2013-2014 من تموت ومجرين تل 2018 خودوا الامتحانات راكين في لانترنت الموجود خودوهم واشتغلوا عليهم ها معتلا غادينا أخذ هدو ديال إحياء نموذج عنا أخذ ماتنو شي خمسة ولا ستة سواء في النص النظري أو من النص الطبقي وشوفوا معايا شوفوا معايا نماذج الامتحان في النص الطبيقي وشوفوا معايا للأسئلة وشوفوا معايا للأسئلة ستجد الأسئلة تكرر نفس الأسئلة كالتعاود إذن فبالتالي ماذا ستجد أن تعمل على هذه الأسئلة تعمل عليهم؟ طبعا إنشاء متكامل مثلا غايتك إحياء النموذج يقولون لك مثلا في أول حاجة يقولون أن تقتر النص ضمن سياقه الثقافي الأدبي هناك يحتاجون مقدمة إذن شنو هي نمو قديمة دي الإحياء النموذج؟ وكترجع للمقدمة دي الإحياء النموذج؟ هنا شنو كتكون درتيب؟ شنو كتكون اختصرت على الوقت بشكل كبير؟ وكتكون كتشتغل على الامتحان من اللي يصل الامتحان تلقى رأسك بأنك ضبطي دي المنهاجية ضبطي الطريقة للشيغال ضبطي يعني ذوك الأسئلة التي تعطاك في الامتحان إلى غير ذلك وغفرت عليك الوقت كبير مشي هو أنك تمشي داباوت في الجروب وكل وحد كتعطك سؤال وإذا شنو هل سينبات أهل سين؟ وفيك تحطت السؤال هذا وأنت ما كتكونش عارف تد طبيعات الأسئلة اللي كتتطرح وكتبشي كتشتغل على شي حاجة اللي في الفاضاء لا علاقة شوف خدموا على الأسئلة وأنا إلا كنتوا غتسولوني أنا أبعده شخصيا سولوني على السؤال والسؤال فالسؤال هذا شك يقصدو به وبيتلع دين جاوبك أنا جاوب يعني يكون صريح مشي أنا كترحوش أسئلة ولا علاقة أسئلة اللي كيقرأوها الناس ديال الأولى إعدادي ولا التانية تانية إعدادي ولا الأسئلة ديال الأولى باك ولا التانية باك كماما كين بعض الحقيقة أن بعض الأسئلة اللي اللي يعطي بعض غيرها كتسولو غيرها كك بطريقة ككوسافية وما هتفيدكم فالو خلاصا مع تلك الأسئلة ما هتفيدة حاجة وخان تعرفتي ولعدا ما يفيدك شفر المتيحة طبعا إذا أخوتي أخوتي أتمنى على أنكم تكونوا استفتوا معايا وما تنساوش اللي لايك لأن الليك حققا والليك يساعدنا أننا باش نزيد ونعطيو اللي نفجدنا ولي مفجدناش وأيضا تبارتاجوا الفيديو مع أخوتكم وما حبروا بالأسئلة ديالكم طبعا سواء في الانستغرام أو سواء في الفيسبوك سواء هنا في الاشين ديالنا ديال اليوتيوب أيضا أخوتي أخوتي أتمنى لكم حد موفق وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى